موسيقى السلام عليكم ورحمة الله متتبعي الكرام اليوم سنقدم لكم وصفات عصير بنكهة الحامض منعش وبكمية كبيرة نمر المقادر ان شاء الله اولا غد يحتاج الوربعمية جرام ديال السكر السنيدة او حسب الضوق ميتين ميلي لتر او ما يعادل عشرين سنتي لتر ديال الحاليب وميتين ميلي لتر او ما يعادل عشرين سنتي لتر ديال عصير الحامض واحد ملعقة كبيرة ديال حجار الليم او اللي هو سنيدة ديال مركز ديال الحامض على شكل سائل اللي هو بنكهة الحامض غد يحتاج منه ملعقة كبيرة والمركز ديال الحامض اللي هو شكل كريمة غنحتاج منه نصف ملعقة صغيرة وايضا جوج لتر ونصف ديال الماء البارد وملوين غدائي نمرو لطريقة ديال التحضير ان شاء الله اولا في بيعا غد ينوضعوا الكل من سكر السنيدة وحجار الليم وغد ينضيفوا عليهم الماء البارد وغنحركوا مشيان غنحركوا حتى يدوب لنا هذا السنيدة والحجار ديال الليم من بعد غد ينضيفوا المولوين الغذائي ونخلطوا مزيان ونعاود نضيفوا الكريمة ديال الحامض المركز وسائل الحامض اللي هو نكهة ديال الحامض ونعاود نمزجوهم مزيان ويمكن لكم ايضا نتمزجو الكل في الخلاط الكهربائي من بعد غد ينضيفوا عصيرة الحامض ونعاود نحركو مزيان حتى يتمزج لنا وفي الاخير غد ينضيفوا الحليب ولاني ما شيدوا في عواحدة غد ينقوا ونضيفوه بشوية باش ما يتكتلش لنا ونحركو مزيان حتى تتجانس لنا جميع المكونات ونقدموه بالصحة والراحة نتمنى هاد الوصفة تنال اعجاب ديالكم واناكم تجربوها ونطلقوه ان شاء الله مع وصفة اخرى الناس لي ما زال ما تقابونه وشفلاشيني تقابونه ودعبه وتضغطوه على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي وما تنسوش تبارتاجو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم لعجباتكم وما تبخلوش علينه بالكومنتر ديالكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة